الحاجة التانية في كل بيت دلوقتي مفيش حديث او كلام الا عن اختبارات الاندية طموح كل ولد طموح كل لاعب صغير طموح كل ناشئ صغير يروح نادي وفي يوم من اليوم يلبس تيشرت النادي اللي بيحبه من هنا بناشد الاندية وناشدت الحلقة اللي فاتت وقلت رجاءا سعر الاستمارة يكون رخيص في متناول اولياء الامور النهاردة سعر الاستمارة بقول 50 و 60 جنيه كتير على ولي الامر حضرنا الكنادي ممكن نكسب او نغطي المصروفات بتاعتنا من الاختبارات لكن يعني سعر الاستمارة في المتناول النهاردة بشوف نادي المقولين العرب بيطرح الاستمارة بتاعته بميك جنيه لولي الامر ده رقم كبير بالنسبة دلوقتي لو لا الامور نادي المقولين العرب من الاندية الكبيرة عندها قاعدة ناشئين كبيرة بيجي لها ناشئين كتير فالنهاردة 100 جنيه سعر كبير على أوليه الأمر أتمنى من القائمين على أقطاع النشيفة الموليد العرب إن سعر الاستمارة يكون قليل في الوقت في الوقت اللي نادي الموليد العرب بيعمل الاستمارة ب100 جنيه بنشوف نادي النصر ومن هنا بنشيد وبنحي نادي النصر بيعمل الاستمارة بتاعته بقدمها لأوليه الأمور مجانا بدون مقابل بداية من موليد 2001 لـ 2012 كل الأعمار السنية دي موجودة أو عايزة تختبر تروح نادي النصر الاختبارات مجانا بدون مقابل زي ما احنا شايفين دلوقتي اختبارات نادي النصر ياضية لانتقال المواهب ده عندنا المواعيد السبت 2001-2007 ويوم الأحد ويوم الاتنين ويوم السلساء والأربعاء والخميس دي الأعمار السنية حابين برضو نعرضها لحضراتكم نادي النصر من الأندية الكبيرة اللي عندها قاعدة ناشئين مهمة جدا نادي كان في الدورة الممتاز وأيضا موجود في القسم الثاني فلازم من هنا نشيد أيضا بالأندية اللي بتقلل سعر الاستمارة بالنسبة للنادي الأهلي تصلت أنا بالكابتر خالد بيو كان يعني فيه مكالمة معان برح كابتر خالد بيو إن شاء الله خلال فترة القادمة هنعلن هنا في برنامج الأشبال عن اختبارات النادي الأهلي هتكون الألية ازاي؟ المواعيد ازاي؟ التنظيم ازاي؟ والنادي الأهلي إن شاء الله السنة دي هيفتح الاختبارات لكل المواهب الموجودة أو كل الناشئين والأشبال الموجودين في كل المحافظات إن شاء الله النادي الأهلي هينزل المحافظات وهيكون موجود في القاهرة أيضا علشان يفتح الاختبارات لكل الناشئين وهتكون إن شاء الله اختبارات على أعلى مستوى نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكو مرة تاني